دكتور محمد القواس دكتور محمد أهلا بك يعني نحن أمام فرق أو مرحلة زمنية لقبول العضوية البعض يراها بعيدة والبعض يراها قريبة بشكل أو بآخر هل نحن أمام سنين أم أمام أسابيع لولا هذا الفاتو التركي ربما كنا نحتاج إلى وقت قصير لكن يفترض أن هذه الدول دول الناتو تأخذ بعين الاعتبار وجود تركيا كعضو أساسي تاريخيا داخل الحلف وأعتقد أن الموقف الأمريكي الذي قال أن الأمر ممكن معالجته هذا يعني أن واشنطن فهمت على أنقرة أن هذه المناورة هي منورة من أجل يفتح ملفات أخرى بإمكان أنقرة أن تسجل داخلها بعض المصالح علما أن على الأقل أعتقد أحد المسؤولين الفنلنديين قال أنه التقى الرئيس التركي قبل شهر والرئيس التركي كان مرحبا بهذه الخطوة وربما أن حسابات أخرى دخلت في الساعات الأخيرة وهذه طبعا تكتيكات سياسية مفهومة نوعا يعني القبول لابد أن يكون بالإجماع يعني يكفي دولة وحدة تعترض أو تتبعها دول قليلة ليرفض الطلب نهائيا هذا يعني من قوانين الانضمام للحلف الأطلسي أن يكون بالإجماع وهذا أيضا يعني وارد داخل الاتحاد الأوروبي ليس هناك هم يعني ليسوا لا يتعاملوا هذا نادي خاص والتالي هذا النادي خاص عليها أن يحظى كما أي نادي خاص بإجماع كافة الأعضاء وزير الخارجية التركي سيلتقي بوزير الخارجية الأمريكي والبعض كتب تعليقا في الصحف على أن كل يستعد لحلب بقرة الآخر وبالتالي ماذا يمكن للأتراك أن يحلبوا بقرة الأمريكية الآن أولا نعترف أن هذه فرصة نادرة قدمت إلى تركيا لإعادة طرح مواضيع تم تجاوزها بالنسبة للولايات المتحدة والأوروبيين للتذكير أن فنلندا وسويد من الدول التي عرضت انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وطبعا هي عرضت أيضا بيع أسلحة إلى تركيا الولايات المتحدة سبقا وبسبب اقتناء تركيا لمنظومة الأس 400 الروسية سبقا انفرضت عقوبات وأخرجت تركيا من برنامج الأف 35 للطائرات وطبعا تأثرت العلاقات التركية الأمريكية ثم أن هناك الملف الأساسي في تركيا وملفين ملف يتعلق بالبكاكا الكردية والملف المتعلق بمنظمة جولن كما يسمونها في تركيا كل هذه الملفات بالإمكان فتحة الآن ومحاولة قدر الإمكان قدم بعض الإنجازات والمكاسب هنا وهو ذلك أيضا الولايات المتحدة هي مناسبة أيضا لتقديم شيء ما طالما أن الموقف التركي جاء مقبولا بالنسبة للمنظومة الغربية في الموضوع المتعلق بالحرب في أوكرانيا ممكن يذهب الأتراك إلى الروس أيضا ويحاولوا تحقيق مكاسب قلت أن هذه فرصة نادرة تقدمت لتركيا لفتح ملفات عديدة هي طبعا تحاول إرسال رسالة إلى الطرف الروسي بأنني أعرقل دخول هاتين الدولتين إلى الناتو فنلندا دولة مهمة جدا بالنسبة لروسيا في هذا الشأن الحدود الفنلندية مع روسيا ثلاث أضعاف أو أكثر من ثلاث أضعاف حدود روسيا مع أوكرانيا روسيا خلدت حرب وتخوت حرب طويلة عريضة من أجل منع أوكرانيا حوالي أربعمائة كيلو من دخول الناتو بينما تأتي فنلندا بألف ثلاثمائة كيلو من دخول هذا الناتو وبالتالي تركيا تقدم هذه الهدية إلى روسيا أعتقد أن روسيا بإمكانها أن تقدم بالمقابل بعض المكتسبات طبعا في الشمال السوري وفي مواضيع متعلقة بما هو ميداني يومي يعني بين القصف الروسي والقصف للنظام والمكاسب التي تخسرها روسيا في شمال سوريا لكن لا أعرف إذا كان روسيا تستطيع أن تقدم في هذا الوقت بالذات هذه التنازلات ولا أعرف أيضا إذا كانت تركيا جادة في أن روسيا بإمكانها أن تقدم لها هذه المصالح ترجمة نانسي قنقر